طيب ما دمنا علمنا أن الله هو الغالب وأن الله هو الناصر وأن الله هو النصير ما هي الآثار الإيمانية لإسم الله النصير على قلب عبده المؤمن أولاً الثقة في نصر الله عز وجل لعباده المؤمنين وعدم الخوف والرهبة من قوة الكافرين مهما بلغوا من أسباب القوة فالمنصور من نصره الله عز وجل والمخذول من خذله الله عز وجل قال ربنا إن ينصركم الله فلا غالب لكم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وقال سبحانه وكان حقاً علينا نصر المؤمنين وقال جل جلاله إن لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وهنا إشكال رد عليه الإمام ابن جرير الطبري هنا إشكال يقول قائل إن الله عز وجل يقول ركز معي إن لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد كيف هذا؟ وقد علمنا أن من الرسل من قتله أعداؤه بل ومثلوا به كيحيى بن زكريا كزكريا عليه السلام كأشعياء أعداء هؤلاء الرسل الثلاثة قتلوهم بل ومثلوا بالجثامين فين بقى؟ إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ومنهم من هم قومه بقتله فكان أحسن أحواله أن خلص منهم ونجى كإبراهيم عليه السلام إن مروذ أراد أن يحرقه فنجى وهاجر إلى الشام عيسى عليه السلام تآمر عليه قومه لصلبه فنجاه الله منه ورفعه إلى السماء فأين النصر؟ أين غلبت أعداء سيدنا إبراهيم؟ أين هزيمت أعداء المسيح عليه السلام؟ أين النصر؟ وربنا يقول إنا لننصر رسولنا في الحياة الدنيا إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد قال ابن جرير هناك وجهين صحيحين للرد على هذا السؤال ولدفع هذا الإشكال الرد الأول وهو الأرجح والأصح نصرة الله لرسله ولعباده المؤمنين في الدنيا إما أن تكون بالغلبة والقهر وهزيمة الأعداء كما فعل ربنا مع نبيه داود ومع نبيه سليمان ومع نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ربنا الملك والسلطان وقهر عدوهم سيدنا داود انتصر غلب قهر سيدنا سليمان انتصر وغلب وقهر سيدنا محمد انتصر على عدوه وغلبهم وقهرهم وأذفره الله عليهم إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا حصل نصر حقيقي وغلب حقيقية لبعض الرسل وإما بالانتقام من عدوهم بإهلاكهم وبنجاتهم وبنجات المؤمنين أو النمروذ اللي أراد أن يحرق سيدنا إبراهيم رح فين مات ميت سيئة صلت الله عليه بعوضة كما قال ابن كثير فدخلت فيه من خاره وعانى منها طويلا إلى أن مات يعني في قمة البؤس وفي قمة الحقارة قوم سيدنا نوح ربنا نجى سيدنا نوح والمؤمنين وأهلكهم وأغرقهم ونوح على قيد الحياة سيدنا موسى ومن معه ربنا نجاه مع بني إسرائيل وأهلك فرعون وهامان وقارون وجنود فرعون وسيدنا موسى على قيد الحياة ربنا شفى صدر سيدنا نوح والمؤمنين معه من أعدائهم ربنا شفى صدر سيدنا موسى ومن معه من فرعون وجنود فرعون ربنا شفى صدر سيدنا إبراهيم من النمروذ لما أهلكه وإبراهيم على قيد الحياة أوليست هذه نصرة أو تكون نصرة الله للرسل بانتقام ربنا من أعدائهم بإهلاكهم حتى من بعد موت الرسل كتسلط بخت النصر على من تآمروا على قتل المسيح عليه السلام وعلى من قتلوا يحيا وزكريا وأشعياء وقتلوا أربعين نبيا صلت الله عليهم بخت النصر فقتلهم وسباهم ومزقهم كل ممزق وشردهم في الأرض إبعا فعلا ربنا نصر رسله على أعدائهم كما قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا حصل ويوم يقوم الأشهاد يوم القيامة والرد الثاني أن يكون هذا الكلام على وجه الخبر عن جميع الرسل لأن الرسل كلهم دينهم واحد وأهل الإيمان دينهم واحد ومرادهم واحد والعرب تخرج الخبر بلفظ الجمع وربنا قال والعاقبة للمتقين قتلوا سيدنا يحيى صحيح قتلوا سيدنا أشعياء صحيح تآمروا على قتل المسيح صحيح فعلوا كذا وكذا وكذا النهاية في الدنيا والعاقبة للمتقين صلت الله عليهم عباده المؤمنين وغير المؤمنين فمزكوهم كل ممزق وما زال في مستقبل الأيام ما ينتظرهم من مساوئ والعاقبة للمتقين أين الجبابرة؟ فين فرعون؟ هلك فين النمروذ؟ هلك فين ذو نواس جبار اليمن في زمانه؟ هلك فين أبرها جبار الحبشة؟ هلك أين القياصرة؟ أين الأباطرة؟ أين الأكاسرة؟ هلك والعاقبة للمتقين؟ أين الأكاسرة؟ أين الأكاسرة؟